تعتبر رياضة الفروسية من أخدم الرياضات العالمية وهواية مكلفة جدا من حيث اقتناء الملابس الخاصة بها وتربية الخيول وغيرها ويمكن للأطفال مزاولتها من سن مبكر وهي مرتبطة بعدة رياضات مختلفة ومسابقات عالمية وتعد هواية لها آليات خاصة يجب الحرص على معرفتها قبل ممارستها مما دفع بالفارس والمدرب عبدالله القويعي إلى تسخير ما تعلمه ومشاركته مع متابعيه على مختلف منصات التواصل الاجتماعي على بل ما يجهز معنا الضيف ندرجش على رياضة الفروسية أنا جدت فترة نحن طبعا نشاهد الفارس عبدالله القويعي بس ردا على سؤالك أنا جدت فترة أول ما بدأت مسبقات التحدي القدرة فدخلت فيها شوي لا ما شاركت في سباق بس بدأت مرة مرس رياضة الركوب الخير هي الرياضة الوحيدة اللي فعلا لما تمارسها أعتقد هي والسباعة تنفصل تماما عن العالم لأنه ما في معاك تليفون وخلاص وتعلمك الصبر والقدرة والتحمل تشرف عضلات بحياتك ما كنت عارفة أنها موجودة على العموم للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من نادي الأغر للفروسية في الرياض الفارس عبدالله القويعي ومدرب الفروسية وأيضا عضو جمعية البريطانية للخيول صبح كله بالخير صبح كله بالخير أخي عبدالله جميل الأجواء من حولك صراحة صباح النور أرحب صباح النور أرحب فيك يا أخت مهيرة ومارو بالجميع مشاهدين العربية يا أهلا وسهلا فيك طيب عبدالله خلينا نبدأ من موضوع الفروسية اللحاب يدخل هذا العالم كونها أصلا من كما ذكرنا في المقدمة أنها من الهيويات المكلفة في أي عمر ممكن يبدأوا ومثلا ما هي الخيول المناسبة للمبتدئين إن كانوا صغار أو حتى من كبار السن أنا بأخذ بس لو سمحت مني كلمة مكلفة أنه ودنا نلغي هذه الكلمة إحنا لما لابغى ناس تمارس رياضة الفروسية هي مين رياضة مكلفة الممارسة غير الاحتراف الاحتراف بالفعل هي مكلفة لأنه يحتاج خيل ويحتاج تنقلات ويحتاج مصاريف ويحتاج تيم كامل معه لكن الممارسة أبدا مهي مكلفة وهذا اللي أنا جالس أشتغل عليه من فترة طويلة إحنا لابغى الناس تمارسها الرياضة سواء أطفال سواء جميع العائل أنا أبغى أمهات أباء لأن لها فوائد كبيرة على المجتمع أنا أتكلم عن المجتمع السعودي أو أي مجتمع لأن لها فوائد لو بلتكلم عنها وإن شاء الله بلسه فيها الفوائد ترجع للشخص لأنه جالس يتعامل مع الخيل والخيل هو يعني يحتاج له تعامل خاص يروض النفس البشرية يعني ما في أحد قاعد يتعامل مع خيل وتلقينه مثلا عصبي أو تلقينه ما عنده صبر أو تلقينه عنده عنف أبدا هو يحتاج هذا الخيل عشان يتجاوب معه يجب يكون حليم يجب يكون عنده الصبر يجب يكون عنده الهدوء يجب يكون عنده الحوار اللي هو الحوار الناعم الحوار الصامت علشان يقدر يوصل الفكرته للخيل هذا نودنا بس لطلع من جانب التكلفة ونروح للجوانب الإيجابية كيف يطلع يعني الأهالي الآن اللي يرغبوا أنهم يشركوا أبنائهم في رياضة ركوب الخيل وهي جزء من عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا أيضا الإسلامية وتربينا عليها كيف أنه يحب أنه يدخل هالعالم بأقل التكاليف يعني هل ممكن أنك تشرحنا لأنه قلت أنت مو عالم الاحتراف لكن عالم الممارسة كيف يمارسوا بأقل التكاليف هذا أخوي عمر بالكلام السؤال جدا ممتاز هذا الشيء اللي أنا جلس أعمله من فترة طويلة بس هذا يحتاج له مجهود كبير للأمانة ويحتاج له عمل احترافي حقيقي يعني أنا جلس إيش أسوي جلسين مثلا لدعي المدارس لدعي الأهالي أنهم يشوفون هذا المجتمع الفروسي يعني مجتمع الخيل لما الطفل يجي للخيل مو بس يتدرب لا هو يجي ويشوف الخيل ويتعامل مع الخيل ويلمس الخيل ويوكل الخيل وأحيانا يرسم رسومات للخيل أنه يبغى لوصل لهم فكرة أن هذا المجتمع يجب أنه الصغار خاصة لما يبدون فيه يعودهم على أشياء كثيرة من ضمنها الالتزام بالوقت من ضمنها أنه الثقة كمان بس إحنا يجب لوصلهم المشكلة هي إحنا ما وصلنا للأهالي علشان يعرفون فوائد هالرياضة اللي تعود على أبناهم يعني الصبر ما لتعلمه في المدرسة الهدوء ما لتعلمه التناغم حتى الحوار حتى الحوار لما لتحاور مع الخيل هذا يفيدنا في مجالة حياتنا في المستقبل يعني إحنا جلسين نخرج جيل جديد بعيد عن العنف بسبب الألعاب الإلكترونية وبسبب الأشياء هذه لا هذا مجتمع يعودك على خصال طيبة ونبيلة يعني إحنا في التدريب ما لقولهم ترى اليوم بلعلمكم على الصبر هي تيجي تكتسب البيئة اللي هي موجودة بيئة الخيل تكتسب هذه الأطفال والناس هذه تكتسبهم خصال حميدة بدون ما يعرفوا طيب فعلا وحتى يتم استخدامه حتى مع الأطفال اللي يعانوا من التوحد أثبتت بعض الدرسات أنها تساعد بس لو أمكن عبد الله كمان ممكن تورينا مثلا إيش بعد شايفين خلفك طبعا بعض الأطفال يمارسوا هذه الرياضة ممكن يعني تورينا بعض التمارين بعض الأشياء اللي أنت تنربهم عليها فضل نعم الآن بلاخذكم بالكاميرا بخلي الكاميرا تلف معاكم عندنا اليوم معنا في التدريب اليوم معنا سلطان بن سلمان ومعنا صالح المقيرن المقيرن عفوا الآن هم جلسين يركبوا الخيل قاعدين يسوون حركة التروت اللي هي الركض بالخيل ممتاز نسميها التروت لكن شوف كيف حتى شوف الأجسام كيف جلسة الظهر كثير ناس من يمارسون الخيل عادة لما يجوننا يبغون يدربون يكون عندهم الظهر متقوس بسبب الجلسة على الألعاب الإلكترونية لكن شوف ظهر سلطان أول واحد كيف شوف كيف استقامته شوف كيف جلسته شوف كيف تناغمه مع الحصان هذا اللي احنا نبغى لوصله للناس أنه الخيل ما هو بس مجرد أنه أركب خيله بس لا هو عالم وثقافة بس احنا يجب لوصلها للناس هذه المرحلة الأولى عبد الله صح طيب متى يوصل لمرحلة قفز الحواجز متى يوصل لمرحلة شوي يعرف كيف يتعامل مع الخيل أكثر أكيد هي رياضة تحتاج لها ممارسة هي رياضة تحتاج لها ممارسة بالقدر الكبير لكن تحت إشراف وتحت تخصص يعني اختيار الخيل مهم للطفل أو الفارس من عمر كم تقريبا؟ أمان التمارين المناسبة لهم العمر عادة من ستة يكون مناسب من ستة يكون مناسب رغم أن في ناس بدأ قبل كذا هل مثلا يبدأ بالمهر الصغير يعني ولا على طول تتركب ابن الستة أعوام لا 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 تكون خيول مدربة لا لا تكون خيول مدربة للركوب ومتعودة للركوب وتكون أعمارها مناسبة للفرسان لما عادي يتمكن الفارس ويقدر يقتني جواده الخاص فيه ويبدأ عادي إن شاء الله يخش مرحلة طيب عملية الأمان عملية الأمان هل يدرب أيضا الطفل على أنه كيف يحافظ على نفسه بحيث أنه والله الخيل مثلا تجاوز مرحلة معينة أو تعرف الخيل عنده إحساس يعني أحيانا ممكن أنه يكون عنيف شوي صحيح السلامة عندي جانب مهم جدا السلامة السيفتي نحن دائما لقول السلامة مهمة نحن تعلمنا في بريطانيا سيف أند انجوي أند رايد يعني تكون سالم وتستمتع وبعدين تركب لأن متى ما كنت سالم بتستمتع ورح تتعلم التمرين اللي لطلبها منك لكن اللي أنا أبغى وصل لك الفكرة نحن نربط حزام الأمان مولي أننا بنروح لسوي حادث إن كيص صار حادث الناس متخيلا رياضة الفروسية خطرة أبدا ما فيها خطورة مدام اتبعنا الأسباب اتبعنا المكان يكون مكان مؤهل التدريب يكون على أعلى مستوى زي ما ما نشوف في أوروبا وفي خاصة في بريطانيا أنا بحكم بني بديت في بريطانيا وبعدين انتقلت الفرنسا متى ما تتبعنا الأسباب بإذن الله الرزق فيها جدا ضعيف جدا ضعيف طيب عبدالله بشكل سريع كم مرة في الأسبوع تنصح الشخص يتدرب خاصة الأطفال وهل تفرق مثلا إذا هو بعدين حابب مثلا بعدين يقفص حواجز ولا يدخل مثلا سباقات القدرة والله أن الانصح دائما مرتين في الأسبوع مناسبة للأطفال بحيث أنه اللي يأخذوا مثلا فرضنا على سبيل المثال الأثنين يقدر يعوضوا الأربعة عشان ما يكون فيه غاب كبير بينهم ويقدر الطفل يكون في مجال الفروسية وفي مجال الاصطابل كمان إحنا بس ما ندربه بس لا إحنا نعطي دروس نظري ونعطي داخل الاصطابل ونسوي محاضرات معهم أنه يمكن أغلب الأشياء اللي أنا مصورها كانت عن طريقة سناب شات لأنه أنا دائما أوصل أفكاري عن طريقة سناب شات فيه نحن نسوي لهم ورش عمال ونسوي لهم رسومات لأنه كله في مجال الخيل بحيث أنه يجب أن تعرفون فكرة مهمة جدا الخيل بالنسبة للأطفال 90% يجب يكون جانب ترفيهي ما هو جانب كأنه مدرسة لأنه الترفيه يجعل الطفل يجينا وممزوج بالخبرة ممزوج بالأشياء التقنية لكن يجب يكون فيها الجانب الترفيهي عشان ما يمن للطفل ويظل أنه يتواصل فيها الرياضة نتمنى لك التوفيق الفارس عبدالله القوعي مدرب الفروسية نتمنى لك التوفيق كذلك في مشروعك أو فكرتك نحو تحويل هذه الرياضة إلى أن تكون رياضة شعبية أكثر وأن أيضا تتعاون معك الجهات المعنية في إنشاء أكاديميات تنتج لنا أجيال جميلة مثل اللي شايفينها من خلفك وتحياتنا كذلك لشباب الحلوين على الخيول أو الفرسان اللي وراك عموما عبدالله شكرا جزيلا لك